من قناة أفاق للتحليل الإحصائي والأبحاث العلمية أهلاً وسهلاً بكم في جولة سريعة مع الإحصاء رح نحكي اليوم عن الريقريشن أو الانحضار الريقريشن وهو عبارة عن statistical analysis method نستخدمها علشان نشوف حجم قوة واتجاه العلاقة ما بين متغير تابع ومتغير مستقل أو مشموعة من المتغيرات المستقلة والريقريشن ممكن أنه يكون بين متغير تابع ومتغير مستقل واحد وهذا بنسميه simple linear regression وممكن أنه يكون مبان مجموعة من المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع وهذا بنسميه multiple linear regression من نسبة للsimple linear regression زي ما حكينا أنه عبارة عن association ما بين two variables واحد فيهم حيكون dependent variable والثاني independent variable لو بدي أشوف الobjective تبع الsimple linear regression رح ينكتب بالطريقة هاي يعني بدي أشوف إذا أو بدي أتنبأ بوجود علاقة ما بين gestational age وهو عبارة عن عمر الحمل والweight of the baby يعني وزن هذا الطفل الsimple linear regression من نتائجه طبعاً اللي هو الcoefficient وهو أهم جدول من نتائجه البي تبعته 180.4 T5.4 و it is statistically significant هاي تفسيرها أنه كل واحدة زيادة في gestational age وهو عبارة عن الweek يقابلها زيادة في الweight تبع الطفل بمقطار 180.4 جرام زي ما حكينا الكونكلوشن one weight increase for gestational age وال increase the weight of the body by 180.4 جرام إلى هنا أعزائي المشاهدين انتهاء هذه الجولة السريعة بشوفكم في جولة أخرى شكراً لكم إذا أعجبك الفيديو اعمل لايك وشير ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليسلك كل جديد